بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة والطالبات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نهارده إن شاء الله نحل مع بعض تدريبات على نص نجيب محفوظ والجمالية تدريباتها تكون إن شاء الله عبارة عن أسئلة تحليلية وإجابتها السؤال الأول كيف أدرك نجيب محفوظ قيمة حي الجمالية منذ الصغر؟ أدرك نجيب محفوظ قيمة حي الجمالية منذ النشأة الأولى حين كان يعيش فيها السؤال الثاني لماذا لم يشعر محفوظ بحبه لحي الجمالية في البداية؟ طبعا لأنها كانت أمامه وكان يعيش فيها فكانت شيئا طبيعيا بالنسبة له لذا لم يشعر بحبها مثل ما هو الآن السؤال الثالث ما أهم معالم الجمالية التي يراها محفوظ كلما فتح عينه صباحا؟ كان يرى بيت القاضي وضرب أرمز وعندما يصعد إلى سطح المنزل يرى مئذنة جامع الحسين وحين ينزل إلى الشارع يحيط به المعمار القديم الذي يميز الحي السؤال الرابع كيف ينظر محفوظ إلى أهالي الجمالية وهم يمشون في الطريق؟ محفوظ كان شايفهم عندما يتحدثون إلى بعضهم ويمارسون حياتهم اليومية كان ينظر إليهم فيراهم وكأنهم هم أنفسهم الفاطميون أو الأيوبيون أو المماليك السؤال الخامس ما الأحداث العظيمة التي شاهدها محفوظ من ثقوب المشربية؟ شاهد محفوظ ثورة 1919 وشاهد الميدان الهادئ المليء بأشجار الصفصاف وقد خرج منه الآلاف من الرجال والنساء يهتفون بالهتافات السؤال السادس لماذا لم يفهم محفوظ معنى هذه الهتافات؟ طبعا لأنه كان صغيرا لم يتجاوز السابع السؤال السابع أين انتقلت الأسرة؟ ولماذا فرح محفوظ في البداية؟ أسرة نجيب محفوظ انتقلت إلى حي العباسية وقد فرح نجيب محفوظ لأنه ترك الحي الشعبي إلى منزل جديد به حديقة وكان حي العباسية في ذلك الوقت يطلق عليه حي الذواب وكان جانبه الشرقي مليء بالصرايات والقصور السؤال التامن ما شعور محفوظ بعدما استقر في العباسية؟ بدأ يحن ويشتاق إلى الجمالية التي بدأ حبها يظهر عنده وظل أسيرا لهذا الحب ولم يبرأ منه طوال حياته السؤال التاسع ما سلوك محفوظ مع أصدقائه في حي العباسية؟ بدلا من أن ينتمج معهم في الحي الجديد بدأ يقنعهم بالذهاب معه إلى الجمالية ليتعرفوا على الحي الذي ولد فيه ولم يكن يمر أسبوع دون أن يذهب إلى الجمالية السؤال العاشر ما المكان الذي كان يجلس فيه محفوظ عند زيارته لحي الجمالية؟ كان بيجلس مع أصدقائه في قهوة الفيشاوي أو في قهوة أخرى قديمة كانت في زقاق المدق السؤال الحداشر لماذا كان نجيب محفوظ يذهب وحده إلى حي الجمالية في الإجازات؟ في الإجازات كان يذهب يوميا وحده ليجوب الطرقات والشوارع التي كان يمشي فيها مع والدته ولينظر إلى بيته القديم الجميل المبني على الطراز القديم والذي تزين واجهته مشربيتان جميلتان السؤال الثاناشر متى أدرك محفوظ قيمة حي الجمالية؟ لقد وعى وأدرك قيمة حي الجمالية في حياته منذ النشأة الأولى كده نكون انتهينا بفضل الله من حل التدريب أسأل المولى عز وجل أن ينفعني وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم كان معاكم أستاذ أيثم المصري ترجمة نانسي قنقر